أكد رئيس عبدالفتح السيسي أنه لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحاديات الدولية الراهنة بدون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة لما يزيد عن العام على أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين بقطع غزة وخلال كلمته بقمة تجمع بريكس المنعقدة بمدينة كازان روسية أن الاعتداءات امتدت إلى الأراضي اللبنانية ما يعد أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي من تفريغ للمبادئ والزواجية للمعايير وفي هذا الإطار لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة بدون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة لما يزيد عن العام على أبناء الشعب الفلسطينيين المحاصرين بقطع غزة والمحاطين بأشكال القتل والترويع كافة وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضي اللبنانية مما يعد أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي من تفريغ للمبادئ والزواجية للمعايير فضلا عن غياب المحاسبة والعدالة إزاء الانتهاكات التي ترتكب في حق المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي والإنساني الأمر الذي نتجت عنه كرسة إنسانية غير مسبوقة واستمرار الحرب وتوسعها ويكون لها شواهد تفرض تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الخطير في المنطقة ومنع انزلقها إلى حرب شاملة وخاصة في زل امتداد استراعات بالمنطقة لتشمل العديد من الدول وامتداد تلك السراعات لتؤثر سلبا على حركة الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية